أسيسي يهنئ لعراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة ويتمنى لشعبه السلام والاستقرار على خلفية التوترات مع كرانيا روسيا تقول أن 95% من نصات إطلاق الصواريخ النووية في حال استعداد دائم للاستخدام القتالي وفي أخبار الاقتصاد وزيرة التجارة تكشف عن ارتفاع معدل التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بنحو 45% خلال ثمانية أشهر تفاصيل ناشا مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم هنى الرئيس عبدالفتح السيسي لعراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة جاء ذلك خلال تدوينة للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد أن العراق ومنذ تأسيسها عقب مؤتمر القاهرة عام 1921 هي امتداد لحضارة عريقة ضربت بجدورها في أعماق التاريخ وعرب الرئيس السيسي عن أمنياته لشعب العراق العظيم بالسلام والأمن والاستقرار وأن يظل العراق دائما زخرا للأمة العربية أكدت السيدة انتصار السيسي قارنة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات وشهدت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة تنسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات مؤكدة أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن فرض شروط جديدة على مستفدي تكافل وكرامة حال التحويل من بطاقات الصرف التقليدية إلى بطاقات الصرف ميزة هذا وقد تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التضامن الاجتماعي التي شددت على أن شروط التي تم الإعلان عنها مسبقا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير أشرت الوزارة إلى أن خطوات تغيير بطاقة صرف تكافل وكرامة إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها المستفيد ثم الحصول على بطاقة ميزة وكذلك الحصول على خط محمول وي المجاني المخصص للمستفيد من أي منفل توزيع وتفعيله والحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية على أن يستمر ساريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي لحين تفعيل بطاقة ميزة وتنشيطها للصرف وذلك في محافظات المرحلة الثانية فقط وهي ضمياط الدقهلية الشرقية كفر الشيخ إضافة إلى المنوفية والقليوبية وباني سويف والفيهم إلى تدعيات كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاء أمسا كما أعلنت في بيانها اليوم خروج 591 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفى بعد تلقيهم رعاة الطبية تلازمة وتمام شفائهم لتفعيل مليئ المتعافين من الفيروس إلى 3047 حالة عالميا أعلنت جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى أكثر من 268 مليون ونحو 600 ألف حالة بينما تخطط حصيلة الوفيات حاجز الخمسة ملايين حالة وفاء أوضحت جامعة جون هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والتي بلغت أكثر من 49 مليون إصابة في حين تجوزت حصيلة الإصابات في الهند الأربعة والثلاثين مليون إصابة لتحتل بذلك المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة في ناحية نخرى تجوزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سبعة ألاف حالة يومية وذلك لليوم الثالث على التوالي في هذا الإطار حضر رئيس الوزراء كيم بوم كيوم خلال اجتماع حول جهود مكافحة الفيروس حضر من أن كوريا الجنوبية قد تضطر إلى اتخاذ تدابير استثنائية ما لم يتباط انتشار الفيروس قريبا أضف كيم أن الحكومة ستسارع أيضا في إعطاء جرعات لقاح المعززة بدءا من الأسبوع المقبل في اليابان أكدت السلطات رصد ثماني إصابات جديدة بالمتحول أو مايكرون وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه بذلك يكون قد تم رصد إجمالي 12 إصابة بالمتحور الجديد في البلاد من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني إن اثنتين من حالات الإصابة كانت مخالطتين لحالة الإصابة الأولى وكانت أول حالة إصابة بأوميكرون قد سجلت في اليابان لديبلوماسي وصل من ميبيا أواخر شهر نوفمبر الماضي وفي روسيا سجلت السلطات نحو 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية كما سجلت السلطات الصحية الروسية 1176 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد ليتفع بهذا إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس إلى أكثر من 287 ألف حالة وقد التفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى نحو 10 ملايين إصابة تتواصل بالعاصمة الإدارية فعليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسختها الثانية حيث أكد عدد من الشباب والطلاب والباحثين المشاركين في المنتدى أهمية هذه المنتديات في دعم مجالات البحث العلمي كما أكد المشاركون أهمية دور المنتدى في دعم واجهة التحديات لمواكبة التطور التكنولوجي إلى جانب كونه منصة للتعرف على ما وصلت إليه كبريات الجامعات الدولية في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية حيث شهد هذا اليوم عقد عدد من الجلسات تم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي مع البحث البترول هو إحدى المعاهد التابعة للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الإدارة هو وزير البترول نحن على تواصل مع قطاع البترول ومنعتبر الزراع العلمي لقطاع البترول وده شرف لنا طبعاً أنه البحث العلمي المصري هو يقود حركة التنمية في قطاع البترول ولو في أي تحديات بنحاول نحلها مع بعض نشوف إيه هي الوظائف الخاصة بالمستقبل ونبتدي نأهل الشباب ويمكن حتى معالي الوزير قال أنه بيبتدوا من وزيرة التخطيط كمان قال بيبتدوا من المدارس بيغيروا التفكير بتاع الأطفال للمستقبل وأنه لازم يبقى الاعتماد على ريادة الأعمال في اللي جاي وخلال الجلسة الأولى من فعليات اليوم الثاني للمنتدى تم مناقشة إمكانيات التوظيف في عصر الأوبئة وما بعدها فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان استيعاب لاختلاف مستقبل العمل، السيناريوهات والأثر منصة للحوار بين الشباب من خلالها بدأنا نحن نشوف المشاكل إيه نشوف التحديات اللي بتقابلهم، ريادة الأعمال نشوف الشركات الكبيرة العالمية ماشي على نهج إيه هم برأوا يدونا خبراتهم رواد الأعمال برأوا ينقلنا الخبرات بتاعتهم أنت دلوقتي علشان تلاقي دورات كف لازم تكون طبعا على الأقل معاك اللغة الإنجليزية دلوقتي وطبعا ده اللي احنا شفناه طبعا من المؤتمر أن أغلب المحاضرات كانت بلغة الإنجليزية بالرغم من كده كانت دقيقة وكانت جميلة جدا استفدنا منها جدا تعلمنا أكثر عن الاستدامة البيئية وزي الجرين إيكونومي لإقتصاد الأخدر وازاي الاقتصاد الأخدر ده بيأثر على الدول وازاي إحنا كشباب نقدر نسام في الاستدامة بتاعت البيئة بتاعتنا واستدامة الوطن بتاعنا على قطة 20-30 إن شاء الله دورنا إنه إحنا نقدر نواعي الطلبة ونقول لهم إيه الأصلح ليهم وإيه اللي هم هينفعهم واللي يقدروا يشاركوا فيه في فترة اللي جاية إسكان كمؤتمرات أو كرصات يقدروا يفيدهم قبل ما يخشوا الجمعة ويكون مفيد لهم يعني وبالتزامن مع انعقاد المنتدى الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي تتواصل فعاليات الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بمشاركة تسعة وأربعين دولة والذي اقتتمت فعلياته عصر هذا اليوم مشاركة عدد من طلاب الجامعات وشباب الدارسين بالمنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي يعكس اهتمام الدولة بإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي وتأهيلهم لسوق العمل من مقر انعقاد المنتدى محمود إسماعيل التلفزيون المصري مشاهد الكرام للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل مساء الخير محمود وبالتأكيد لديك المزيد من التفاصيل والمتابعة لفعليات هذا المنتدى إليك محمود نعم مونة تحياتي لك ولمشاهدين الكرام ما زلنا بالفعل نتابع فعليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث شهد اليوم الثالث والأخير من فعليات المنتدى عددا من الجلسات بينها جلسة إدرس في مصر والاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الجلسات هذا المنتدى الذي حظي بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية مثل جامعة جورج واشنطن وأريزونا وفرجينيا وكذلك الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة وغيرها من الجامعات في أوروبا من إيطاليا وكندا وألمانيا فضلا عن مشاركة بطبيعة الحال الجامعات المصرية سواء كانت أهلية أو خاصة أو حكومية لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلم والمدير التنفيذي للمنتدى برحب حضرتك دكتور محمد وكلمنا عن بشكل عام أهمية انعقاد مثل هذا المنتدى استضافة مصر للمصر في دعم التكنولوجيا والتعليم العالي ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم الحقيقة خليني أقول لحضرتك أن أنا أسعد واحد موجود النهاردة قبل مبدأ أي كلام أنا محتاج أشكر السيد رئيس الجمهورية على الحقيقة كريم رعايته وحضوره وتشريفه لينا ودعمه الدائم للمنتدى ولملف التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية بالإضافة لكده يعني مدخلاته الثرية جدا اللي أسرى بيها الحوار وهو دايما دائم التوجيه والدعم للوزارة بكافة ملفاتها الحمد لله الجزء الآخر أنا بشكر الحكومة بكافة وزارتها وأجهزتها اللي دعموا المنتدى من أول يوم بدأنا العمل فيه ممكن من سنة فاتت لحد النهاردة في ظل ظروف بيعيشها العالم كله من إغلاق عام لكن الحقيقة مصر زي ما حدرتك بتشوف أنا مش عارف الحقيقة أطلق إيه على مسمى جائز على الحدث اللي احنا بنحضره المهاردة كوكبة من الفاعليات من أول المحاضرات السرية جدا والجلسات الحوارية والنقاشية اللي بيحضرها عدد كبير جدا والحقيقة يعني أنا بعتذر لكل الناس اللي لم تتمكن من الحضور نظرا لإغلاق القاعة بعد اكتمال عددها بشكر القائمين على المعرض كمان معايا وفريق العمل اللي اشتغل الحقيقة لحظة بلحظة على المنتدى بشكل لائق لائق باسم الجمهورية ونبقى متشرفين أمام العالم كله باستضافة حدث زي ده على أرض جمهورية مصة عربية منظمة العالم الإسلامي اللي شركتنا الحدث ده للنسخة التانية للمنتدى الحقيقة الجزء الهام تاني الخيمة الشبابية أو حوارات الشباب وريادة الأعمال ودعمنا الدائم ليهم في أننا نتوصل إلى مشروعات حديثة وابتكارات للطلبة والشباب دول وتوجههم حيث عرف المنتدى معني بشكل أساسي في جلساته بمستقبل التوظيف وإزاي نقدر نسد الفجوة ما بين التعليم داخل الجامعات وما بين التوظيف واحتياجات سوء العمل المحلي والإقليمي والدولي بالإضافة لكده عندنا خليني أقول لحدك بعض الأرقام المهمة جدا أننا تواجد معنا أكثر من 100 متحدث أكثر من 77 دولة مشاركة داخل المنتدى ومؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي شارك معنا أكثر من 50 متحدث داخل الجلسات أنا آسف 77 متحدث داخل 50 جلسة حوارية ونقاشية الحقيقة شارك العديد من العارضين كمان لأننا نستغل الأحداث اللي زي كده ومن سوء للتعليم المصري والدراسة في مصر وده بيزود زي ما حيك عارف في الساحة التعليمية لجمهورية مصر العربية اللي كانت رائدة وهتظل رائدة بإذن الله في مجالات التعليم بكافة أنواحها الحقيقة عندنا دعم لملف البحث العلمي والابتكار والابتكار بشكل كبير جدا أنا يعني بشكر كمان ثقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فريق عمل الوزارة أنه يقدر ينظم حدث عالمي بالشكل ده الحقيقة كمان القطاعات الأخبار والصحافة والإعلام اللي شاركونا من أول يوم لحد النهاردة المتواجدين معنا بيغطوا الفعاليات عشان الناس تحضر وتشهد معنا الأحداث اللي بتتم على أرض مصر المجموعة الكبيرة من المتخصصين على مستوى العالم المتواجدين معنا وعدد الزائرين للمنتدى وفعالياته إحرابنا تحدث على أكثر من 24 ألف مشارك توقعاتنا كانت بتقول 13 ألف السنة بعد ما كنا النسخة الأولى 8 ألف لكن الحمد لله وصلنا 24 ألف مشارك حتى هذه اللحظة وإن شاء الله في زيادة على مدار اليوم إحنا بنختتم أعمالنا النهاردة إن شاء الله مساء وأنا بأتمنى للجميع مشاركة طيبة بشكر الجامعات بالمناسبة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية بشكر المراكز والمعاهد البحثية اللي شاركت معنا من كافة أنحاء العالم الحقيقة حوارات ثرية جدا استفدنا منها كتير جدا ونعشنا قضايا مهمة وساخنة على مستوى الملفات اللي بيكلم حدك عنها دي على مستوى العالم والحقيقة استفدنا فيها بشكل كبير جدا وبإذن الله تعلن توصيات هامة جدا في حفل الختام يعني أنها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستفيد منها الحاضرين وغير الحاضرين وبنعمل عليها دايما وهنقول النهاردة إيه اللي استفدناه من توصيات 2019 وإيه اللي بنستفيده النهاردة من توصيات 2021 نسخة تانية بالإضافة برضو أقول لحضرتك على أنه تم توقيع العديد من الفوتوكاليات والاتفاقيات مع وزارة التعليم العالي من مختلف دول العالم تم عقد العديد من اللقاءات السرية جدا تم زيارة لعدد كبير قوي من الوفود الأجنبية لمشاريعنا القومية اللي بتتم في جميع أنحاء الجمهورية الحقيقة أنا سعيد جدا وبحب أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث وإن شاء الله يكمل على خير بإذن الله شكرا جزيلا دكتور محمد والشكر موصول للسادة المشاهدين وعودة إليك مونة بشكرك شكرا جزيلا مرسلنا مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة شكرا جزيلا لك محمود إلى تطورات الوضع في اليمن حيث علنت القوات المشتركة في الساحة للغربي اليمني تحرير عدة قرى من قبضة ميليشي الحوثي في محافظة تعز أكدت القوات اليمنية سيطرت على جمرك الحوثيين واستحالة من الانهيار في صفوف الميليشيات كما خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة تكبت فيها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح أكدت مدحدثة البيت الأبيض أن رئيس جو بايدن ملتزم بضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي قالت ديجانا ساكي إنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي مشددة على أن السبيل الوحيد أمام إيران للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال النووي أضفت أن الرئيس بايدن طلب من فريقه لاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية ومن بينها فرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران فيما له صلة قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن إيران قبلت العمل على أساس نصوص مسودات تم التوصل إليها في شهر يونيو الماضي وأن القوى العالمية تختبر صدق نواي إيران مع استناف المفاوضات الرامية إلى حياء الاتفاق النووي هذا وسوف تبدأ مجموعات العملي في المفاوضات التي استنفت أمس لبحث العقوبات التي قد ترفعها واشنطن والقيود النوويات المطلوب من إيران الالتزام بها هذا وقال علي باكري كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية إن طهران ستواصل المحادثات استنادا إلى مواقفها السابقة أعلنت وزارة الدفاع الروسي اعتراض طائرات أمريكية وفرنسية فوق المياه المحايدة باتجاه الحدود الروسية قبل تغيير مصاريها ولم يحدث أي انتهاك للحدود وبتت الوزارة مقطعا مصورا للحادث أوضحت أنها أرسلت ثلاث طائرات مقاتلة منتراس سوخوي 27 يوم الخميس الماضي لمرافقة عدة طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية في البحر الأسود وشملت مجموعة الطائرات التي تم اعتراضها طائرتان مقاتلتان فرنسيتان وطائرتان استطلاع أمريكية وطائرة فرنسية للتزود بالوقود في ناحية أخرى تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بعد انهيار مسعى للاتفاق على وقف اطلاق نار جديد بشرق أوكرانيا أمس مع تصاعد التوتر بفعل استمرار تعزيزات القوات الروسية قرب الحدود في وقت سابق اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النزاع في شرق أوكرانيا ما بين الجيش الأوكراني والانفصالين الموالين لروسيا يشبه الإبادة يأتي هذا في وقت أعلنت فيه روسيا أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصوريخ النووية في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي وأوضحت هيئة الأركان العامة الروسية أن غواصة النووية جديدة مزودة بصوريخ باليستية سوف تدخل قريبا في تشكيل القتالي للقوات النووية للسراتيجية البحرية ألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا الحكم الصادر برفض تسليم جولين آسانغ مؤسسي ويكيليكس إلى الولايات المتحدة التي تريد محكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق الرسمية يعتبر قرار المحكمة قبولا الاستئناف الذي تقدمت به الولايات المتحدة ما يعني إلغاء قرار رفض تسليم آسانغ وعلى القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمه آسانغ وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستدامات لإنتاج الزراعي والداجيني إلى جانب جرائم الإضراري بالبيئة في هذا الإطار شنت الإدارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية تستعرض أو نستعرض نتائجها في هذا التقرير بهدف التصدي للمصانع والمتاجر غير المرخصة وكل ما يضر بالبيئة والصحة العامة والإنتاج الزراعي والداجيني والحيواني تواصل الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها في هذا الإطار فقد استهدفت الإدارة سلاسة مصانع ومتجرين وعيادتين بيطريتين وسلاثة مخازن بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية وهي غير مرخصة وتفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية يتم من خلالها تصنيع المنتجات الغذائية والأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمنة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية حيث تم ضبط 720 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و150 طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية بدون ترخيص وأكثر من 21 طن مواد غذائية متنوعة بدون ترخيص إضافة إلى أكثر من 24 ألف عبوة كرتونية لمواد غذائية بدون ترخيص و1300 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وبنطاق محافظتي القليوبية والبحيرة استهدفت الإدارة أربعة مصانع وسلاسة مخازن ومتجر وسلاس شركات بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية وتمكنت من ضبط قرابة 657 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات الزراعية و700 طن أعلاف حيوانية وأكثر من 419 طن مواد غذائية ومليون و350 ألف عبوة مواد غذائية وأكثر من 45 ألف عبوة مبيدات الزراعية وجميع تلك المنتجات مجهولة المصدر وبنطاق مدريات أمن المنوفية نجحت الإدارة في ضبط خمسة مصانع بدون ترخيص لتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية وكذا المخلفات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع الأدوات المنزلية بداخلهم قرابة 17 طن مخصبات وأسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة ونحو 96 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر الإدارة نجحت في ضبط مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية والإسماعيلية لتعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية وتدوير المخلفات البلاستيكية بإجمال مضبوطات بلغت قرابة 193 ألف عبوة مبيدات حشرية منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية ومخصبات زراعية مقلدة وقرابة 130 طن مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائي مغشوشة وأصفرت جهود الإدارة بنطاق محافظة الجيزة عن ضبط تسعة مصانع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والمواد الغذائية بإجمال مضبوطات بلغت 923 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوات معدنية ومخلفات بلاستيكية مغشوشة ومقلدة وقرابة 153 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر عبدالله بركات التلفزيون المصري أخبر المال والأعمال الثانية مرحبا بكم أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما أن إيطاليا تعد أحد أبرد شركاء مصر الاستثماريين على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم حيث يبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر حوالي 2.7 مليار دولار كما يبلغ عدد الشركات الإيطالية العاملة بالسوق المصري 1200 شركة تعمل في مختلف المجالات خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة مايكل كارن لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة أشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول ثمانة أشهر من العام الجاري ارتفع بنحو 43% ليبلغ 3.658.000.000 يورو مقابل 2.557.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات نصر الزراعية إلى 5.3757 طن خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الثامن من ديسمبر الجري جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول إجمالي الصادرات الزراعية ذكر التقرير أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضم الموالح البطاطس البصل الفراولة الرمان فضلا عن البطاطا الفصولية البنجر الجوافة والفلفل قالت وزارة القوى العاملة إن مدرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف قامت بتعيين 1057 شابا من مختلف المؤهلات منهم 6 من دول همام أشرت الوزارة إلى أن ذلك تم من خلال شهادة القيد المرتدة كعب العمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2662 شابا فضلا عن استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة و708 شهادات قياس مستوى المهارة بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المولا مع بيرنيند باكتل رئيس شركة باكتل العالمية موقف تقدم الأعمال في مشروع مجمع البحر الأحمر للبترو كيمويات بالمنطقة الصناعية لقناة السويس الذي يعد الأضخم من نوعه في مصر وإفريقيا وتقدر استثماراته بنحو 7.5 مليار دولار جاء اللقاء على هاميشي مشاركة الملا في مؤتمر البترول العالمي بمدينة هستن الأمريكية حيث بحث الجانبان الاستعدادات للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ العام المقبل فضلا عن التعاون في مجال التدريب والدعم الفني أوضح الوزير أن قطاع البترول يعمل جنبا إلى جنب مع شركائه الأجانب بالاستعداد لتنفيذ حزمة مشروعات ومبادرات للتحول إلى الطاقات النطيفة وخفض الانبعاثات والاستفادة من الغازات ثم إطلاق سيتم إطلاقه خلال القمة العالمية للمناخ التي ستصديفها مصر في عام 2022 أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية 17 مليار جنيه في مشروع حياة كريمة ضمن مشروع تطوير الريف المصري وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوزير تلقى تقريرا حول النسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات حضار وأعمال كهرباء وغيرها وفي هذا الإطار شدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة أسيسي يهنئ العراق بالذكرى المأوية لتأسيس الدولة الحديثة ويتمنى لشعبه السلامة والاستقرار على خلفية التوترات مع قران الروسية تقول أن 95% من منصات إطلاق الصواريخ النووية في حال استعداد دائم للاستخدام القتالي ومستير ضغط إي جي للمزيد دمتم في رعاية الله أشكركم في الغزير جولي أخباري ومفاصل شكرا لكم شكرا شكرا حسيني شكرا لنزينا شكرا لنزينا شكرا لنزينا